لهذا الخبر حيث ظهر بالفترة الأخيرة أقوال مختلفة حول فعالية الإبرة إبرة المنجارو للتنحيف في آخر هذه الأخبار أكدت مدينة الملك سعود الطبية عدم فعالية هذه الإبرة لإنقاص الوزن المستديم وأيضاً بيّنت أنها علاج مؤقت لزيادة الوزن حتى نتكلم حول هذه الفعالية فعالية إبرة المنجارو بتفاصيل أكثر ينضم لنا عبر سكايب الدكتور عيد القحتاني استشاري جراحات السمنة والمناظير أهلاً سهلاً بيك دكتور عيد أهلاً بيكم وسعادة جدنا بجودي معكم على روتانا وإن شاء الله نعطيكم المعلومة الصحيحة منورنا دائماً دكتور خلينا نتكلم عن الدراسة الأخيرة والجديدة التي طلعت من مدينة الملك سعود الطبية التي تتكلم عن فعالية هذه الإبرة فممكن تديني التفاصيل أكثر من فضلك طيب خلينا نقول أن المعلومة خلينا نصيخها بالشكل علشان الناس يفهموها بشكل جيد المعلومة هي أنه هل هي بديل لعمليات السمنة؟ أبداً ليست بديل لكن هل هي فعالة؟ نعم هي فعالة فهي إبر آمنة إن شاء الله حسب الدراسات وطبع على الدراسات العلمية وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية وهيئة الدواء والغذاء السعودية هي إبر توصف وترخص لحد الآن لمرضى السكري ولكنها أيضاً تنقص الوزن فهذا مفروغ منه ولا نجادل فيه ولا أريد الناس يدخلون في متها التفكير هل هي آمنة أو مش آمنة سليمة ما هي سليمة تنزل الوزن أو ما تنزل الوزن نعم تنزل الوزن وآمنة وسليمة وهي توصف لمرضى السكري وتنزل الوزن للناس اللي بيأخذونها سواء عندهم سكري في ناس يأخذوها ما عندهم سكري لكن إلى حد الآن هي حسب التصريح من نهاية الدواء الغذائية للناس نهاية الدواء الغذاء السعودية والأمريكية والقطاعات الأخرى هي تصلح للناس اللي عندهم سكر وينزل الوزن لكن في ناس يأخذوها للوزن فقط نعم نأتي الآن العبارة أنه هل هي بديل لأنه صحيح أن تجدين ناس كثير لا داعي للتكميم ولا داعي للقص المعدة ولا داعي لعمليات السمنة وما إلى ذلك هذا غير صحيح هي ليست بديل هي أحد الخيارات ونحن ننظر إلى السمنة أنها مرض مزمن زي السكر السكر كمله سانا نفسنا كمله علاج في السوق نجد يمكن عشر أدوية ولا خمسة عشر علاج في السوق ومنها الجراحات ونجد بعض الأدوية كثير لها أدوية خيارات في السوق فإذا الإبر هي أحد خيارات علاج السمنة وعادة ننصح بها للناس لوزنهم ماء عالية ليش؟ لأنه زي ما ذكر في الخبر وزنه يرجع لهم صحيح سبعين في المئة إلى ثمانين في المئة من اللي يتركون الأبر يرجع وزنهم طيب ليش؟ لأنه شهيتهم عندما يوقف الأبر وهذه للأسف ليش نقول لازم تاخدوها بإشراف ومتابعة أولا نتاكد أنها تصلح لك أن في ناس ما تصلح لهم الأبر واثنين أنه مضاعفاتها لو حصلت عراض جانبية نقول لك يش تسوي معها وثلاثا نعلمك ما هي طريقة الأفضل للبداية والطريقة الأفضل للتوقيفها أو لنزولها والناس يعني مستحيل أن الواحد يواصل طول حياة عليها طيالة فترة طبعا ممكن تأخذها سنة سنتين ولكن في وقت ما ستوقفها الأبر يجب أن تحذر نفسك لما توقفها أنه ممكن يرجع وزنك إذا ما التزمت ببعض النصائح الجيدة في بداية ظهور إبرة منجار واعتبرها بعض الأطباء نقلة جديدة في علاج السمنة خصوصا مقارنتها بالأبر الأخرى المتواجدة في السيوغ بأنها تكاد تكون الأفضل والأكثر فعالية هل هذا الكلام صحيح مقارنة بالإبرة الأخرى وهل هي فقط تعالج السمنة لفترة معينة يعني بمعنى أصحي يجب على الإنسان يستمر عليها طول العمر ولا لازم أن يتركها خلال فترة ما سؤالين مهمين اللي هو أكثر فعالية من غيرها وهل نستمر عليها للمدى البعيد وكيف نوكب هي فعلا أفضل أو أكثر فعالية وأقل أعراضا من كل الأبر اللي سبقت والسبب الرئيسي الشركة المصنعة بعد دراسات تركيبة الإنسان واستجابته للأبر السابقة واستجابته لعمليات سمنة وجدوا هناك منطقتين لازم يشتغلون عليها أو مستقبلتين فالدواء الجديد الأبر منجارو إيصار قالوا خلينا نصنعها تشتغل على الهدفين هذولي ضربة واحدة أو منتج واحد أو إنزيم واحد أو هرمون واحد بنشغله على جهتين نشتغل هنا وهنا وهذا اللي حصل وخلى فائدتها أكثر من غيرها فنعم نزولها أكثر من غيرها استجابتها أكثر من غيرها قد تصل إلى 15-20 كيلو للشخص أن ينزل وهذا ممتاز لكن الجانب الآخر أنه فعلا معظمهم يرجعون 70 إلى 8% فإذا لازم أنا طبعا ممكن تستمر في ناس يستمرون أكثر سنازلوا أكثر لكن عمليا صعب لأن تكلفتها عالية أنت لما تكلم على الشهر تتكلفت 1500 أو مقارن زائد أو ناكس وتواصل عليها شهريا وسنة الأولى والسنة الثانية تكلفتها عالية جدا هذا واحد ثنين لازم أن تتغير نمط حياتك علشان أنت تتغير يعني لما تجي توقف الأدوية والأبر يجب أن تتحضر نفسك ونحن نوقفها بالتدريج وممكن نعطيك جرعة كل أسبوعين وكل ثلاث سابيع وممكن نقلل الجرعات ونشوف لأن شهيتك فعلا كثير من الناس اللي أخذوها يقول لك أنا لما وقفها يا دكتور شهيتي تكني أبغى أكل كل شيء عندي فهذا مشتر لأنني برجع وزنك بشكل شديد فمن أجل هذا الأمر يجب أن تضع قرارك نقول ليست بديل للتكميم ولا للعمليات خيار جيد تفكر فيه في ناس ما تصلح لهم لأن عندهم أورام في البدة الدراقية وعندهم مشاكل صحية وعندهم سكر من النوع الأول أو عندهم التهابات في البنكرياس أو عندهم مشاكل في الكلا لا ما نعطيه مياه وفي ناس تصلح لهم ولكن بستراتيجية معينة أن يأخذها فترة معينة تساعدني في النزول وأقدر أحافظ يعني في أسئلة كثيرة يعني حول هذا العلاج دكتور يعني واحدة من هذه الأسئلة كانت تتكلم عن تخفيف الأحماض في المعدة فبالتالي الإنسان يكون يعني أكثر قبول للفيروسات اللي يأخذها من الأطعمة هل هذا صحيح؟ شوفي يمكن عندنا خمسة أو ستة آليات عمل لهذه الأبر الفرز الأول تشتغل على البنكرياس تخليه فلوزنسلين زيادة الجز الثاني تقول يلا الجسم استجيب للإنسلين اللي هو حساسة الإنسلين تخليك تستجيب أكثر تروح للكبت تقوله لا تجيبنا سكر العمات تنتج السكر القلوكوز تروح للمعدة تقول ريحي نفسك ارتاحي وبطي نفسك وتقلل لي فراز مسالتي فراز الحموضة تقلل الحموضة شوية وتخلي المعدة حركتها بطيئة وتحس أن الأكل يبقى في معدتك فترة طويلة ولهذا بعض الناس يشكون أنه عندهم معدتهم فيها لوعة وفيها حتى الأكل رائحة ستفكر الأكل ما زال في معدتهم هذه أحيانا مزعج لبعض الناس وتروح للدماغ وتقول له أنا أوقف شهيتك ما في داعي تاكل كل هذه العمليات فعلا مرتبطة مع بعض وتؤدي لنتيجة مختلفة بالنسبة للشخص من حيث نزول الوزن شيء لتحكم السكر زي ما قلنا لأنها لمرة السكر وشيء لتحكم في الوزن من حيث المعدة والشهية طيب ماذا عن أصحاب الأوزان يعني مل تقيلة يعني اللي عندهم زيادة وزن بسيطة نحن نتكلم على 3 إلى 5 كيلو هل تنفع لهم هذه الإبر ولا الأفضل أنهم يتجنبوها ما ننصحك تأخذينا باين يعني البسر عن نفسي السؤال أنه لناس اللي أنا أمانة عندك 10 كيلو أكل لا تلعب مع جسمك الإبر أنت لما تأخذها وتوقفها وهدفك 10 كيلو حراب ليش أنت لما توقفها هتكون عندك صعوبة أنك تحاقق لأن شهيتك هتكون عانية جدا وتحاقل وتأكل من فجأة تجد وزنك هذا اللي خسرته 4 أو 5 كيلو ورجع لك 7 أو 8 كيلو أو أكثر حاول قدر الإمكان بخيارات أخرى غير الإبر إذا وزنك تحت 10 كيلو إذا والله فوق العشرة ممكن نبدأ في الإبر ولكن بالآليات والاستراتيجيات تكلمنا عليها ليش زي ما ذكرت وزنك ما يستحق أنك تتعب نفسك وتدخل الإبر وهي بتشتغل زي ما قلنا على أكثر من مكان في جسمك وبالتالي تفاعل جسمك معها يؤدي أنك حيانا ما تقدر تحافظ على الوزن بعدين حيرجع بسرعة فلازم تتبع للنقطة مضبوط شكرا على هذه النصائح دكتور عيد القحطاني شكرا لوجودك معنا وشكرا أنك عطيتنا من وقتك